سلسلة من قوانين العفو العام سبق أن صدرت منذ عام تسعة وأربعين حتى عام واحد وتسعين عن جرائم المطبوعات وعن مخالفات متعلقة بأحكام قانون العمل في عام سبعة وتسعين أقر قانون عفو عام عن جرائم المخدرات المرتكبة وفي عام الفين وخمسة أقر قانون العفو العام عن رئيس حزب القوة لبنانية سامير جعجع وموقف الضنية يعود اليوم البحث في قانون للعفو العام سبق أن نقش غير مرة ولا تزال الإشكالية فيه هي هي فهو ليس إلا مرآة لانقسام المجتمع ليس بين القوى السياسية فقط بل بين طوائفه أيضا لكل من المسيحيين والسنة والشيعة هواجسوا في القانون المطروح فهل الانقسام الحالي يسهل إقرار القانون؟ ليس من أسباب موجبة حقيقية وفعلية لإقرار قانون عفو عام لأن مثل هذه القوانين عادة يقر بعد أحداث واضطرابات وبناء على توبة ومصالحة وطنية أو اجتماعية عامة فيأتي لطي صفحة اجتماعية ووطنية والبدء بصفحة جديدة ليس الوفاق الوطني متواثرا إذن لإقرار قانون مماثل كما يقول الأستاذ الجماعي في القانون الدستوري عاد اليمين فالقانون يتضمن إشكاليات عديدة في الصيغة الأساسية المطروحة أو في اقتراح التعديل للنائب بهي الحريري ولأن أحصاء عدد السجناء والمحكومين عليهم في مختلف الأحكام غير متوافر في لبنان فالأرقام التقربية تشير إلى أن عدد السجناء في السجون اللبنانية كافة يبلغ ستة آلاف سجين الصيغة المقترحة في هذه الجلسة تؤدي إلى إخراج عدد منهم بتهم الإتجار بالمخدرات وخصوصا المحكوم عليهم للمرة الأولى هذه الصيغة عرضتها كتلة المستقبل النيابية واقترحت النائبة بهي الحريري تعديلا في إضافة المادة التاسعة التي توصي بخفض العقوبات وخفض السنة الزجنية ومنها يستطيع موقوف أحداث عبر التسلل إلى العفو إذا أقرر هذا التعديل ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن العفو سيعود ويضم الاستثناءات ما سيؤدي إلى الإفراج عن عدد من مرتكبي الجرائم ضد الجيش اللبناني والمتهمين بالقيام بأعمل إرهابية هو انقسام سياسي مبطن من قسام طائفي ففي الوقت الذي تبدو فيه الطائفة الشيعية معنية بالإفراج عن المحكومين والمتهمين بالإتجار بالمخدرات وعدد من مرتكبي الجرائم في البقاع تبدو الطائفة السنية معنية بالموقوفين الإسلاميين وخصوصا موقوف أحدث عبره أما المسيحيون فيبدو أنهم يعارضون الصيغتين ويرون في المادة المقترحة من الحريري فخا سياسيا لإعفاء المرتكبين والمستثنين من قانون العفو العام ومثال على ذلك أحمد الأسير وغيره من الحالات وهم يرون أيضا أن الإفراج عن أكثر من ألف تاجر مخدرات يوازي في خطره الإفراج عن متهمين بجرائم إرهابية أما الإشكالية المتعلقة بالفرين إلى فلسطين المحتلة فيرى البعض في موقف المسيحيين المعترض على قانون العفو مقدمة لمقايدة تلحظ ملف الفرين إلى إسرائيل غير أن المسيحيين يقولون أنهم يرفضون المقايدة في هذا الملف تحت حكم الأمر الواقع ويطلبون العودة إلى مشروع القانون الذي سبق أن أقر في مجلس النواب على أن تقر مرسيمه التطبيقية لاحقا اشتركوا في القناة